السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أسر المرسلين أحنا نلوثين بكم جميعا في هذا الفيديو سأتكلم عن الخدمات الجامعية من قبل هو سجلت في الخدمات الجامعية من الفترة الممتدة من 19 أوت لغاية 23 أوت عبر الموقع الإلكتروني سواء الإقامة الجامعية ولا المنحة النتائج راهي موجودة عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق وزارة تعليم العالي والبحث العلمي كي لي يرفضهم بسبب المسافة أو كذلك السن بالنسبة للسن وكين حل هو معلش ربضكم لما إن شاء الله تعالى يفتحوا الإقامات الجامعية من زل ما تحددش تاريخ فتح الإقامات الجامعية لأنه تم تعجيل ذلك فأنه يرضي طالب خطي هذا ما كان ورح يقبلوكم بإذن الله تعالى هذا بالنسبة لفيتين 28 سنة أما بالنسبة للمسافة أنه لا تستطيع الطعن لأنه 50 كيلومتر بالنسبة للذكور و30 كيلومتر بالنسبة للإناث تحت 30 ما تديش الإقامة بالنسبة لفوق عفونا تحت 50 ما تديش الإقامة الجامعية الشي اللي حبثنا نتكلم عليه هو بالنسبة لرغم تأخروا في التسديل في الخدمات الجامعية يعني سكر الموقع وما تسجلوش ما تتحيروش هو أنه تقدروا تسجلوا في المنحة والإقامة الجامعية ابتداء من 5 سبتمبر سيتم إعادة فتح الموقع من أجل التسجيل في الإقامة وكذلك المنحة أي استفسار والله خليوا لي التعليقات أسفل الفيديو قبل أن نخلص الفيديو بالنسبة للدخول الجامعي لم يتم تحديده بعد الوزير أنه صرح من قبل لوسائل الإعلام وقال بأن التاريخ سيتم ضبطه إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة وأن التاريخ المحتمل هو 24 أو 23 سبتمبر إن شاء الله تعالى لأنه آخر أجل للتسديلات 20 سبتمبر كما صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي استفسار كما قلت لكم خليوا لي التعليقات أسفل الفيديو وإلى اللقاء